يا الله السلام عليكم نعود من جديد ونحاول نكون نختصر شوية إذن مساءكم سعيد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا وطأنا سهلا إذن أهم حاجة اللي غد نشر لها أن هذه الملفات أولا تم الاتفاق حولها ومن يجي إجا رئيس الحكومة وسبق يقول لك سبق العصاق سبق أنه قال لهم آجوا بعدها أن تافقوا ونوقعوا على هذا الشي اللي غادي نديره وققوا عليه في 18 يانير 2022 باش ما يكتشفوش من بعد ويقولوا خير جي لي من الحوار يقولوا لي را عجبناش هدش مكملين إذن الأول طرق معهم المسمع وما را شافوا دك شي وبناء ودك شي كما قلنا إحنا را كنا من من خمسة عشر أكتوبر وبقوا جيين حتى الثلثني تسعود وعشرين نوفمبر ها العوالي ذاك الخارطة الطريق اللي غا تكون سواء في تنزيل النظام الأساسي الجديد سواء في الملفات العالقة اللي غا دي غا دار البرمجة دي لها الآن دار 27 من بعد غير عبقاء عشرين ويبقوا غاديين من هنا تل 24 إذن سبعة وعشرين نرى فيها 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 ستاق اللي غا يكونوا في الميزانية دي 22 وواحد وعشرين ميلة غا ديكونوا في الميزانية دي لألفين وعشرين نزيل شي غا يكون في النظام الأساسي شي غا يكون بمارسين تعديلي تضينا لهذا بالنسبة للمتقاعدين ما عندهم تعالقة بالنظام الأساسي الجديد دول كا كينيش وحدين اللي كانوا كما قلت يلا خرجون على دوك 24 وما سناو نهار نهار 18 إذا روخ خرج وخامت خرج وخد دير ليدرتي ذاك الشرة تطمق وتسمر ذاك تافقوا صافي سناو را سناو وشوف جاروا لهم فعلوا المذكرة الويزارية 103 فوسير عفش ناي المذكرة يعني هي اللي تتنظم العلاقة بين المصالح الويزارية والمصالح والنقابة الأكتر تمثيلية وحتى أن أي تفسير يعني ما كانش توافقي ما كانش كل واحد تيقول لك هذا را تأويل ديانو مش هو هذا تأويل ماذا داروا لجنة التحكي والآن را ذاك ذاك النظام هذاك اللي دركت هي في حوار اجتماع 30 أبريل 2022 مني داروا هذك شي را داروا تاني الإصلاحات الكبرى اللي غاديت نزل على رأسها يعني النظام الإصلاح أو ععادة هيكلة هيكلة الأنظمة أنظمة التعقع اللي في النسخة دياله التانية البرمجة التانية اللي غاديتكم اللي غاديت هيكل في قتبين عام وخاص لكل شي هذك مرتبط بالحماية بتعميم الحماية الاجتماعية تعميم الحماية الصحية التغطية الصحية التعويضات العائلية فقدان الشغل هذك الشي التعويض ديال المسنين يعني ما آش للمسنين لالخمسة وستين ما فوق إلى آخيره وهناك عدة أمور مصاحبة إذن الآن هالتقاعد اللي غاديت ينزل إذن فالحل فالحل رمشي أنك غاديت تخرج لك عشان تخرج غاديت حال هذك اللي قالت أنت يقول لك مقصيين من خارج السلام أو ضحايا الزنزانة العاشرة إلى آخره هذك المسائر غاديت تحل داخل نظام أساسي الجديد فهذا تقول لك بأنهم خلصهم أطار رجعي ما كايش خطأ أطار رجعي بالنسبة ما كايش غاديت كون داخل نظام الأساسي الجديد وغاديت كون بالقوطة دي الستة و ثلاثين زادو؟ ثلاثة في المياه كانت 33% بالنسبة للحصيص ولل 26% غاديت كون بستة و تلاتين في المياه تم احنا فلتا نقول لهم دخلوا المواد لمكتسبات تكون تم famili لأنه لجر النظام الأساسي الجديد وناسخ النظام دي 2003 وقار الله فيعونيكم مخصوش نسخو هي كمكتسبات داخل نظام الأساسي القديم الجائر ارتفق منتصف الليل جوج صيفة جوجة 854 خاصة تمرر وتكون يعني يتضمنها النظام الأساسي الجديد كمكتسب بسرع وثير الترقي كما قلت الآن نظام الأساسي الجديد غير ضع سيضع السلم العاشر في طور الانقراض وبالتالي سيتم يعني اعتماد المادة 12 والمادة 15 1990 يديروا استثناء بالنسبة المتقاعدين إلى آخره لأن المتقاعدين هم اللي تدار استثناء تدوز بلا كوطة في عين احنا أجداره لنا لتقاعدنا مالبينو ثلاثة 2004-45 والسلم التاسع يعني النظام الأساسي البيينو ثلاثة وضع سلم تاسع في طور الانقراض النظام الأساسي الجديد غير يوضع سلم العاشر في طور الانقراض ونظام أساسي غير يكون منها القدام غير يوضع تانية سلم الحات عاشر في طور الانقراض إلى آخره إذن من يجاو حلو الملف حلوه على أساس الزنزانة العاشرة إذن احنا لتقاعدنا وتقاعدنا بالمادة 100-12 وتقاعدنا من 2003-2004-2005 لغاية 2007 طبقوا فينا الكوطة وتقاعدنا بالتاسع في حين الكوطة ما تتطبقش على المتقاعدين هنا في ندخلو ده حاي الزنزانة التاسعة وده حاي المادة 100-12 وده حاي المادة 100-15 لاني جات أجنو واخدناش إلى آخره إذن أي واحد من حقه يستفد من المادة 100-12 يعني طرقية من التاسع إلى العاشر والآن رغاية يعتمدوا 15 على الستة باش يترقاوه من العاشر إلى الحاد عاشر لأنه في النظام دي 2003 رايستفدوا من أصحاب الإعدادين باش يترقاوه من العاشر إلى الحاد عاشر من داروا لهم هما العاشر في طور القراض دل يعدادوا وحرموا أصحاب الابتداء وفينا المساوات وتكافؤ الفرص وفينا هي شي حاجة تمامين تتبغوا القانون والحقوق وهذاك والبرقوق تتكون في صالح ديالكم تتبغوا تقصوا بنهادم قاعد ما تتتتتموا لا بحقوق ولا ببرقوق ولا بمساوات ولا بتكافؤ الفرص مالشي مشكلة دو زوانا إذا كنا شفنا واحدة كذي واحد قال لك الشركاء الآن كما قلت في هذا النظام الجديد كان قبل تكونوا الشركاء الاجتماعيين هما النقابل الأكثر تنتيلي وما اللي تكونوا محاورين وما اللي يدخلوا إلى آخرين لا في التقييم لا في المجالس التعديمية لا الانتقالات المهم كل شي داك شي ما يخصوا هي التدريس وتفتيشوا إلى آخرين طبعا كل شي لا يديرين ديرين نقابت ديالي وما اللي كانوا تدخلوا كطرفين تاني كشارك الاجتماعي شركاء الاجتماعيين إلى آخرين نقابات الأكثر تمتيلين إذن أشو اللي هو دير الآن في هذا النظام الجديد ضعفوا واحد الفاعل تاليث وهما الفاعلين المهنيين فاعلين المهنيين والشركاء الاجتماعيين الآن للضعفوا را واحد قال لك بأنه حقا الشريك ديال المدرسة را هو جمعية الأباء جمعية الأباء هي شريك من بين شركاء أخرى آخرون سيكونون ضمن النظام الأساسي الجديد اللي غيكونوا تهم يعني ضمن الشركاء الاجتماعيين اللي غادي يكونوا فاعلين مع المدرسة العمومية وغادي يكونوا كشركاء أكتبي ظهور الاجتماعيين ب logot يعني فاعلين المهنيين 00 eine حال ذوك اللي تلك 제를 النشر قدرون يكون ذلك مهان الرياضة إذن يمكن أن يكون شركاء ثانية دية الرياضة الجمعية اللي تعتني بالرياضة الجمعية اللي تتعتني بالمسرح الجمعية اللي تتعتني بالرسم الجمعية اللي تتعتني بالمجتمع المدني را الآن ولو تدخلون مؤترين راكش تيرا استقبل مؤترين والجمعية ديال الأباء طبعا رايا شارك من شركها ولكن هناك كانت واحد ذات ديال التقييم التقييم ديال الأستاذ را ما شاء غادي يجي غادي يكون يعني في بعضي يجي يقول لك جمعية الأباء غا تدخل في التقييم ديال الأستاذ ما يمكن لأن التقييم هو من يعني من اختصاص أصحاب الاختصاص والاختصاص صرت نعرف وجوج كان يعني المراقبين الطربويين وكان المراقبين يعني الإداريين يعني هما اللي عندهم اختصاص هما اللي عندهم كهيئات متضمنة داخل النظام الأساسي هما اللي مخول لهم باش يديروا لك تقييم للأستاذ باش يهدنئيين كان يجي دير لك تقييم وفاقدوا شيء لا يعطيه واش هدل الجمعية عندهم مكاتب دراسات ومحتى النقابات باقي ما عندهوش مكاتب دراسات يلا دركوا باغين يقولوا يديروا لهم مكاتب دراسات قال لك إذنهم لك تلاتين فيلم يا باش يقولوا ديروا مكاتب دراسات يعني مشاركة في في دبلوماسيا النقابية وبالزاب ديالأموغ يقدر التعطير مهم شغل ما دير ينفقدوا شيء لا يعطيه شيء هذي قيم فيه هو ما عارف تحاجه أغلبية احنا ما تنضروش داخل المجال يعني الحضاري الاخيرة كين بلايس خراين بعاد في العالم القارعوي هم اللي تكونوا يعني اللاماص الكبيرة واحنا را كنا حتى بالنسبة لإداريين والطربويين هذو اللي داخل او كأسات دا ولا كمديرين والمفتيشين لها دي راهم باش يقيع يدير لك تقييم خاص يكون أكبر أكتر منك درجة أرفع منك درجة والتي قيم واحد اللي أقل منه درجة لا مشي واحد متين عنده باكالوريا هذي غادي قيم واحد عنده دكتورة ولا ما أصدر نيمكنش أو واحد عنده إجازة غادي يدير تقييم دي الواحد اللي عنده باكالوريا عنده دكتورة في التخصص ندرجة غير ديرا هنا دولك غادي يقولوا ويدخلوا أحد دك دي الباحث دكتورة ودك شي غادي روليهم باحث استاذ باحث إذا تقييم رمشي بغي يكون باذاك العشوائي جمعية الأباء والأمهات يعني محترمين مشتكورين إلى آخر جميع الاحترامات لهم يعني راهم عندهم بزاف دي المسائل اللي غادي يكونوا شركائها إبداع الآرة الملاحظات القراحات إلى آخر في بزاف دي الأمور وحتى في يعني في شعامل دي ولكن تقييم على الأساس على الأساس دي وغي تكون هناك طرقية دي تذيك الأستاذ ما غي يكون هناك يعني راكين هناك يعني غي يكون يعني تكوين مستمر بعد أن يكون هناك تكوين أساس دي الدوزون غي يكون هناك تكوين مستمر يعني غادي يكون يعني إجباري وأيش هادي مين تكملت يدير لكو تعطوكو أحد شيء هذا إيش هادي تكوين مستمر إيش هادي أما هادي شي دي البنيات تحتية وتأهيل المؤسسات إلى آخر هاديك شرها ببرمج حتى المدار حتى المراكز تكوين المعلمين من الـ لزي ناس إلى آخر ها غايت تعاودوا تاني تقادوا وتأهلوا وفق المسجدات ووفق يعني الرؤية الاستراتيجية ديال الفين وثلاثين الفين وخمسة عمين وثلاثين والمشاريع راكين والتنزيل رغي يكون بالقانو والإطار واحد وخمسة وسبعة عشر طينا إذا كين المشكلة نايا كما قلت نشير إلى مشكلتين ديال الإدماج لكل شيء والتي يتهرب منه كل شيء والتي يتهرب منه فالإدماج رغي ما كينش إدماج إلا بإحداث مناصب مناصب مالية قارة وشخصية غدي مشل لا مو مركز ميال في الميال رعقين الإصلاح ديال الإدارة يعني68 خلص بشوف توصيات ديالمجلس الرعلى ديالإصلاح الوظيفة العمومية للآن ما بقاش لوظيفة العومية كان نظام آآ يعني موظفي الوظيفة العمومية الآن ولا نظام موظفي الإدارات العامة وغادي وغادي لات مركز الإداري هنا في غادي يمشل توجه ديال التوظيف الجهوي. إذن خاصة تكون هناك شجاعة ويقومون بإحداث مناصب مالية يعني الأساتي اللي نفرض عليهم تعاقد أو أطول أكاديميات أو مسمى الجديد اللي غادي يقول لك بأنهم غا يكونوا أطول نظامية الأكاديميات باشي حدوا لمناصب مالية في القانون المالي الوضع فينانس ديالك 2023 ويشور الصغاء والحلول المؤتكرة التي قالوا عليها من أجل يطيي هذا الملف وباش ميضلموهمش والمشكل اللي كين قلت لك ديال التقاعد اللي خاص يبقاه ويحافظوا على المكتسبات وبالمقابل خاص تكون هناك يعطاه أحلى امتيازات بحل مراجعة المعاشات ديال المعاجعة المعاشات ديال الفئة اللي تقل العدد ديال يعني المعاش ديال من قل من ستالة بدرهم لما عمرهم تزال ليمشي حاجة هل لي لحد الأدنى أما لحد الأدنى ديال المعاش رخصو يساوي الحد الأدنى ديال الأجور في الوظيفة العمومية خاصو يقول اللي يساوي 3500 اللي غادي تكون ما ينزلش عليها وخاص يكون هناك وحد تغيير ديال ديال فصل مع طولة الجند ديال الفصل 44 مكرر اللي متضمن فيه نظام المعاشات المدينة والعسكرية 011 يعني 00 71 71 71 اللي خصو يعني الفصل 44 المكرر هالسوق يتم باش تولي يستافذو حتى من المعاشات أو حتى من التعويضات لأن التعويضات إنهم تزيدوا في التعويضات من تزيدوا في الصالة لذلك شعليش المعاشات المعمرة يعني تم مراجعتهم من 1997 وحسبش حال إذن هنا الآن لأن النقيبات لزينيون الكبار يعني المركزيات النقيبية الكبرى الاتحادات الكبرى ثلاث وقعات ودك الشي اللي تبرمج رات برمج وغيكون من هنا الالفين اتنين وعشرين الافين وستة وعشرين ولي خمسة وعشرين كي اللي في اه كي اللي 22 24 كي اللي 22 25 وكي اللي 22 26 كي اللي كتدرج في يعني في حلحالات وفي تنزيل المشاريع إلى آخيره إذن نكتفي بهذا القدر وشفناكم على خير آدمة إن شاء الله وبالتوفيق للجميع